السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات ما هو السبب تضخم البروستات وتأثيرها على عملية التبول وما هو النظام الغذائي والمكملات الغذائية لمريض التهاب البروستات وضخامة البروستات وما هو العلاج الدوائي وأهم النصائح عند معظم الرجال تتضخم البروستات مع التقدم بالعمر وبسبب موقعها حول الأنبوب الذي يصل المثاني بفوهة البول وهو الإحليل وبسبب التفافها حول هذا الأنبوب فضخامتها تسبب انضيغاط وانسيدات في الأنبوب البولي وأعراض مزعجة أهمها كثرة التبول وفي العيادة يطلب من المريض إجراء بعض الفحوصات والتحاليل المخبرية ويوصف له مضاد حيوي فلوماكس ويطلب منه المراجعة بعد 6 أشهر طيب ما هو سبب ضخامة البروستات؟ كيف وليش تتضخم البروستات؟ السكر العالي والكورتيزون العالي والإنسولين العالي ومقاومة الإنسولين هي أهم الأسباب وأيضا هرمون البرولاكتين الموجود عند السيدات هذا الهرمون مسؤول عن إنتاج الحليب عند السيدات لكن هرمون البرولاكتين موجود أيضا عند الرجال كل ما ارتفع مستوى البرولاكتين عند الرجال كل ما ازداد حجم البروستات هرمون الاستروجين الموجود عند السيدات أيضا هو موجود عند الرجال كل ما ارتفع هرمون الاستروجين عند الرجال يقل هرمون الذكورة هرمون تستوستيرون وبالتالي يزداد إفراز البرولاكتين ويزداد حجم البروستات وبشكل سريع وزبدة الموضوع عند الرجال يوجد أيضا هرمون ثنائي هيدرو تستوستيرون وهرمون الاندروجين والكورتيزول وهرمون النمو وهرمون IGF1 ارتفاع هذه الهرمونات يسبب زيادة في حجم البروستات ويوجد أيضا البروجسترون وهرمون الانسولين طيب ما هي الأطعمة التي تحتوي على هذه الهرمونات وتسبب ضخامة البروستات؟ قد تكون أنت واحد من الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة بشكل دائم وأنت لا تعرف تأثيرها الضار على البروستات أولها الحليب ومنه يتم تصنيع الجبن واللبن الزبادي والكفير للفطر الهندي والحليب يحتوي على أغلب هرمونات البناء أنصحك عند إصابتك بضخامة البروستات ومشاكل في التبول بالابتعاد عن تناول الحليب ومنتجات الحليب وأيضا عن تناول اللحوم أنصحك أيضا بالابتعاد عن تناول السكر والأطعمة عالية الكربوهايدريت والدقيق الأبيض وجميعها تسبب ارتفاع السكر وارتفاع الإنسولين بالدم وهذا سبب أساسي لحدوث ضخامة بروستات أنصحك أيضا بالابتعاد عن تناول فول الصوية وحليب الصوية ومسحوق بروتين الصوية وكلها غنية بهرمون الإستروجين الأنثوي الذي يسبب ضخامة بروستات أنصح بالابتعاد عن تناول الزيوت النباتية المكررة السائلة والمهدرجة وتقليل ملح الطعام أنصح بتناول الشاي الأخضر وبذور اليقطين والزينك واللايكوبين وهي مفيدة جدا في تصغير وتقليص حجم البروستات أنصح بتناول الشمندر أو البنجر وأيضا عصير الشمندر أنصح بتناول الخضار وخاصة الزهرة أو القرنبيط والخس والملفوف واليقطين والبروكلي أنصح باتباع حمية قليلة الكربوهيدريت جدا واتباع صيام متقطع وحمية الكيتو مفيدة في حالات كثيرة أنصح بتناول سكر ستيفيا أو عشبة ستيفيا بدلا من السكر الأبيض المكرر وأنصح بتناول ملح الهملايا بدلا من ملح الطعام أنصح بتناول خبز الشعير والحبوب الكاملة بدلا من خبز الدقيق الأبيض أنصح بتناول عشبة البلميط المنشاري وهي عشبة مفيدة جدا وآمنة وليس لها أي تأثيرات شانبية على الشباب وأيضا على كبار السن هي مفيدة للاحتقان وأيضا للالتهاب ولضخامة البروستات في بعض الدول هذه العشبة اسمها سوبلميتو أو سيرينا ريبنز والاسم التجاري عالميا لهذه العشبة هو برميكسون إكستراكت يعني العصارة ومستخرج يوصف للمريض كابسولتين عيار 160 ميلي جرام يوميا لمدة 3 أشهر أهم تأثير لعشبة البلميط المنشاري وأيضا للمستحضر التجاري منها برميكسون هو خفض مستوى الكورتيزول في الجسم وبالتالي تحسين المزاج العام وتقليل التوتر وأيضا من تأثيراتها تقليل مستوى الاستروجين في الجسم والتخلص منه عن طريق الكبد لكن مريض الكبد الدهني يتراكم الاستروجين في جسمه لذلك هذه العشبة مفيدة جدا لتقليل مستوى الاستروجين والتخلص منه رفع مستوى هرمون الذكورة تستوستيرون وبالتالي تحسين طاقة وحيوية الجسم وتقليل حجم البروستات وأيضا التخلص من الأعراض البولية وكثرة التبول ومن أعراض الحرقان والتقطيع بالبول والتنقيط وآلام أسفل البطن طيب ما هي المكملات الهامة والضرورية لعلاج ضخامة البروستات وتكرار البول والالتهابات في البروستات الشخص المصاب بضخامة البروستات أو التهاب البروستات وتكرار البول غالبا يكون عصبي المزاج ومنهم من يشتكي من اكتئاب وأيضا من قلة نشاط وقلة طاقة وحيوية ومن ضعف جنسي أنصح بتناول هذه المكملات فيتامين دال ولمن يرغب الحصول عليه من الطعام هو طبعا موجود في البيض والأسماك والفطر وأيضا يمكن الحصول عليه من خلال التعرض اليومي لأشعة الشمس فيتامين كي تو هام جدا تناوله مع فيتامين دال وخاصة لمنهم فوق سن 40 سنة وطبعا هو موجود في زيت الزيتون والزبدة البلدية والسمن البلدي فيتامين سي كومبليكس عيار 1000 ميلي جرام وهو مضاد أكسدي قوي يقوي المناعة ويقلل الاحتقان والتهاب البروستات وطبعا هو موجود في الكيوي والجوافة والفليف للخضراء والبرتقال والحمضيات الزينك عيار 20 ل 50 ميلي جرام حسب العمر والوزن وحدة الالتهاب والضخامة وموجود طبعا في اللحوم والأسماك وبذور القرع والسنسوم والمكسرات البرو باياتيك كل ما كانت البكتيريا النافعة في جسمك مرتفعة كل ما كانت البكتيريا الضارة قليلة وأيضا كل ما كانت البرو باياتيك مرتفعة كل ما كان بناء جسمك أفضل وأمراضك أقل والالتهابات أقل يأخذ البرو باياتيك كابسولة يوميا وهو موجود في الملفوف المخمر قبل أن أتحدث عن العلاج الدوائي والمضادات الحيوية الهامة جدا لالتهاب وضخامة البروستات أريد أن أؤكد على أن العلاج والشفاء مرتبط بنظام الحياة الصحي وممارسة الرياضة يوميا نصف ساعة وخاصة رياضة المشي والنوم المبكر والاستيقاظ المبكر ومضغط طعام بشكل جيد والامتناع عن التدخين والكحول طيب ماذا عن العلاج الدوائي لالتهاب وضخامة البروستات؟ هام جدا معرفة أن علاج الالتهاب واستخدام المضادات الحيوية والأدوية يجب أن يكون للزوجين حتى نصل إلى نتيجة جيدة ونتخلص من المشكلة نهائيا وعلاج التهاب البروستات يجب أن يبدأ دائما بعمل مزرعة جرثومية للسائل المنوي في المختبر ونتيجة الزرع يتبين تماما نوع الجرثومة والمضاد الحيوي المناسب لها ويمكن العلاج حسب المزرعة الجرثومية بواحد من هذه المضادات وهي أهم المضادات الحيوية هناك مضادات حيوية كثيرة أهمها تعطى طبعا حسب الوزن والعمر وحدة الالتهاب سيبروفلوكساسين 500 ميلي جرام يأخذ مرتين يوميا لمدة 4 إلى 6 أسابيع وهذه الجرعة والمدة هامة لاختراق غشاء غدة البروستات وعلاج الالتهاب والضخامة وبعض الحالات تحتاج لعلاج 12 أسبوع يعني 3 أشهر وهذا يحتاج لصبر من المريض في متابعة العلاج الدوائي إضافة للالتسام طبعا بنظام التغذية والمكملات الغذائية هناك مضاد حيوي آخر هام هو أوفلوكساسين 200 ميلي جرام حبة مرتين يوميا 4 أسابيع إلى 6 أسابيع مضاد حيوي هام آخر هو ليفوفلوكساسين 500 ميلي جرام حبة يوميا لمدة 4 أسابيع مع المضاد الحيوي يجب تناول مرخي عضلي ألفابلوكار دوكساسوزين في منها 4 عيارات 1-2-4 ميلي جرام يعطى قبل النوم حبة 1 ميلي جرام لمدة شهر طبعا مثل ما ذكرت دعيارات بحسب العمر والوزن وحدة الالتهاب المريض إذا كان يعاني من إمساك فسيكون هناك ضغط على البروستات لذلك يعطى المريض لاكزيتيم لعلاج الإمساك كمليين وهو هام لتخفيف أعراض البروستات ومعالجة الإمساك أنت طبيب نفسك والموضوع يحتاج لصبر وإحاطة من جميع جوانبه كل كلمة ذكرتها في الفيديو جزء هام جدا من علاجك أذكركم أيها الأحباب بالاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو عن طريق الضغط على زر المشاركة كي يصل لأكبر عدد من الناس وتعوم الفائدة الأشخاص الذين يدعمون قناتي على اليوتيوب بميزة شكرا هذه الميزة المتوفرة في معظم دول العالم أنا أشكركم من القلب شكرا لكل من يدعم قناتي على اليوتيوب بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب تعليق جميل على الفيديو فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديوهاتي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة ويدعمها بالإعجاب وبمجموعة من المشاهدات والتعليقات بكل فيديو وضع التعليق مثبت يوضح طريقة التواصل معي من أجل الحجز للاستشارات الطبية تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحظ الله ورعايته